تعالوا ننتقل لملف منتخب مصر لرجال كرة اليد واتكلمنا ومتابعين هذه البطولة الأكثر من رائعة النهاردة عندنا ماتش مهم جدا الساعة 9 ونص وبنتكلم انهو ماتش مستهل احنا كنا لا نتمنى ان احنا يعني نلعب مع السويد كنا قلنا يا رب نتعادل او نكسب مع الدنمارك علشان نقدر ان احنا نلعب الماجر لكن اللي حصل ان احنا خسرنا بس خسرنا برضو بسكور مش وحش لما تتكلم على 30-25 مع الدنمارك بطل العالم فبرضو دي حاجة ما تزعلكش قوي بس تقول يعني يا ريت كنا نقدر ان احنا نوصل او ان احنا كمان نحقق نتيجة افضل من كده عندنا مع السويد النهاردة برضو مباراة مهمة جدا احنا يمكن قبل كده في اولمبياد توكيو في اخر مواجهة يعني احنا نجحنا في تحيي الفوز عليهم لو حضراتكم فاكرين كانت بالنتيجة جميلة كانت بالنتيجة 27-22 لكن ده برضو لن يمنع من ان هو منتخب تقيل جدا نتمنى التركيز والتوفيق لمنتخب مصر لان لسه قدامه يعني متحديات كبيرة بس كل اللي احنا بنتمنى ان هما يقدموا اللي يقدروا عليه ويقدموا الافضل عندهم والنتيجة خلاص طالما انت حسس ان المنتخب بتاعك او الفريق بتاعك او اللاعب بتاعك عمل اللي عليه والزيادة حتى لو كانت النتيجة مش اللي انت بتتمناها بس انت بتشوف ان هو يعني عمل اللي عليه وخلاص هذا يحترم هذا الاداء يحترم بس مصر حقيقية في كورة اليد تستحق يا كريم اعلى المراكز لان الناس دي بتشتغل بصراحة اتحاد بتاعهم محترم اللعيبة اكثر من رائعة او اكثر من رائعين كل حاجة متوفرة فبتالي مفيش حاجة تنقصهم كمان فكرة الاحتراف والثقافة الاحتراف اللي بقت في الفترات الاخيرة يمكن كابتن محمد عبدالوارث تحدث معنا في الفترة اللي فاتت قالك الاحتراف ما كانش قوي في فترات قديمة او ازمينة ماضية لكن ده تفكرة الاحتراف والخبرات وانت عندك اللعب يسافر يشوف خبرات مختلفة ويرجع ويغزي المنتخب كل ده كان للصالح اختيار كمان منتخب عفوا مدير فني للمنتخب جيد برضو ده بيبقى للصالح العام لهذه الرياضة فبالتوفيق ان شاء الله معه وعشان المدير الفني جيد وعشان كوالتي اللعيبة المصرية في كورة اليد كوالتي جيدة جدا بلوة ممتازة وصلنا في نهاية المطاف ان احنا بقلنا مثلا هنتكلم على اخر سنتين تلاتة بسم الله ما شاء الله لا الحقيقة منتخب مصر كورة اليد عامل شغل اكتر من رائع وخلاص بقى يعني عدى بسقف طموحات الناس لمراحل غير مسبوقة وصل بيهم فعلا لمراحل غير مسبوقة فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق الفترة الجاية ان شاء الله